السلام عليكم ازايكم؟ اخبار جديدة واخبار مهمة جدا طالع من اوكرانيا والحقيقة الاخبار اللي معاني النهاردة مختلفة تماما لان كل حاجة لها اثبات يعني ايه يعني الفترة اللي فاتت دي شفت ان الامريكان والغرب عمليين يهددوا الصين بشكل كبير قوي ما تبعتش اسلحة لروسيا ليه؟ ليه الهجم الفجر اكده كله طلع يهدل الصين ما تبعتش اسلحة الروسيا ما تبعتش اسلحة الروسيا ايه اللي حصل بالصد ويه حقيقة الموضوع دا لان النهاردة اول تقرير نازل رسميا عن حقيقة الوضع بخصوص ارسال الصين اسلحة لروسيا ودعمها في اوكرانيا دا واحد تاني حاجة نهاردة نازل تقرير في رويكروز بيتوقعوا فيه مصار الحرب هتمشي ازاي يعني هم بقى عاملين يحللوا كده يقولك يا الحرب هتروح فين فترة الجاية دي هم هنا على فكرة مش بيتكلموا على مدار العام لأ هم بيتكلمك على كام شهر الجايين دول ايه اللي هيحصل بالظبط هتشوف الحرب راحة لصالح مين وانا بحب جدا المقالات اللي زي دي حيث ناقى تفهمنا الوضع اكتر و اكتر راح التاني من كان يوم انا جبت لحضرتك تسجيل صوتي لزعيم ميليشياد فاجنر هس يا فيجني بريكوزين بلحية التسجيل الصوتي دا كان زعيم فاجنر عمال يصوت ويقول لي ما بيجرناش ذكيرة ما بيجرناش ذكيرة والجيش الروسي ما بقاش يبعت لنا اسلحة زي الأول ايه حياة الموضوع دا و ايه اخر التطورات فيه برضو خاصة ان بوتين مبارح تطلع يلقي خطاب شعب ايجامد جدا في روسيا وتم استقباله في الليستان قدام 200 ألف روسي وكان هناك مفاجآت كبيرة جدا هي الحلقة دي فيها أسرار وأخبار بطريقتك لازم تعرفها عشان تعرف الدنيا ماشية ازاي خاصة فيما يخص حرب روسيا و اوكرانيا بس عشان اقولك التفاصيل دي كلها لازم اقولك القصة ملاوي وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين عبر عن قلق بلاده حيال ما وصفه بمساعدة صينية مميتة لروسيا على حد قوله واضف بوتين خلال كلمة الله بمناسبة يوم حماة الوطن المقام في موسكو بان روسيا تخوض حربا من اجل حماية مصالحها وشعبها وثقافتها على اوكرانيا فقد اشتدت حدة المعارك الدائرة في محيط مدينة بحوت حيث تحاول القوات الروسية ووحدات فاجنر تطويق المدينة وقطع الامدادات عن القوات الاوكرانية قبل اكوش في الموضوع قبل اكشوف لك التفاصيل خلينا اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو احنا نتكلم على شركة مودن شركة مودن فيه ناس تفتكر منها شركة صغيرة بالعكس انت عارف ان الشركة دي اشرفوا على بناء ميت بورج ساكني في مدينة نصر يعني دي شركة كبيرة جدا مش بس كده اعز اقولك ان هما دخلوا وطوروا اللي في التجمع الخامس كل ده تمهيدا ان هما دخلوا بتقولهم جامد جدا في العاصمة الادرية اول مشروع ابتدوا في العاصمة الادرية هي مدرسة كبيرة جدا للاجيال الجديدة وبعد كده اسسوا 6 مشاريع فندقية وادرية متميزة بمواقعهم القوية جدا في العاصمة الادرية الجديدة ليه انا بقولك كده بقولك كده ان هما عندهم مشروع كبير جدا وضخم جدا هو ده اللي شركة مودن دخلة فيه بتقولها بعد شوف كل مشاريع دي بتأسس لتاريخ شركة مودن وشركة مودن دخلة بقوتها في مشروع اسكمو جرين ريفر تاور ده برج كبير جدا من اطول الابراج على النحر الاخضر اللي في العاصمة الادرية واللي من كزا يوم تم اطلاق المرحلة الفندقية بالمشروع بالتعاون مع فنادق رويل ماكسيم العالمية ده مش فندق عادي يا جماعة ده من اكبر الفنادق الموجودة في العالم شركة مودن اطلاقوا واحدات مكونة من شقة غرفتين وفي شوها ثلاث غرف بقى اسعار مميزة جدا اللي جريب في الموضوع ان كل الحاجات اللي انا بقول لحضراتك دي تقصدها على عشرين سنة انت بتخيل؟ عشرين سنة ده مدة زمنية كبيرة جدا تقدر تخليك مرتاح وانت بتسدد ثمن الواحدة اللي انت هتاخدها ودي عبارة عن مبادرة بتقدمها شركة مودن وبتنفرد بيها لتاني مرة للتسهيل على العميل اهم حاجة واهم ما يميز المشروع ان كل الوحدات بتطلع النهر الاخضر مباشرة وبتتمتع بجميع الحدمات الفندقية سيب لحضراتك الرافت بتاعهم اسفل الفيديو لو حابت تتواصل معاهم المشروع ده ماينفعش يفوتك مشروع Green River Tower تابع لشركة مودن نخش في الموضوع لطول؟ نخش في الموضوع لطول ايه اللي بيحصل بالزبط وايه الجديد اللي معانا لطول؟ طبعا ممكن يكون مختلف عن حلقات سابقة الحقيقة الجديد اللي معانا ان بقالنا فترة عمالين نسمع عن تهديدات غربية للصين وان فجأة كده وزير الخارجية الامريكي طلع في محط اسمه CBS قعد يتكلم ان الصين بتفكر ترسل اسلحة لروسيا بقنا يستند الى معلومات تفيد بانهم يفكرون في تقديم دعم مسلح وقد اوضحنا لهم العواقب الوخيمة التي قد تترتبوا على علاقتنا مش بس كده طلع السكرتير عامل نيتو يقولك على فكرة مانتوا في الصين غمض جدا وممكن ترسل اسلحة الروسية طب الكلام ده كله طالع منين النهاردة صحيفة اسمها والسرينج والكشفت لك الاصل وقيت لك على فكرة الخبرات الامريكية قدرت انها تحصل على وثائق بتشير ان الصين بالفعل عمالين يدرسوا ازاي يبعاتوا اسلحة لروسيا وهنا هم بيتكلموا على بعض الاسلحة بالاسم يعني هم مش عاوزين يبعاتوا كمية اسلحة وخلاص لا لا هم عاوزين يبعاتوا اسلحة مخصصة او الظاهر كده الاسلحة اللي روسيا عاوزها بالزبط الصين عاوز تبعاتها لروسيا بشكل كبير والتقارير دي طالع من المخابرات الامريكية CIA يعني خلي بالك دي مش تقديرات ودي مش توقعات دي تقارير استخباراتية وهنا الفرق وثائق وخلي بالك ان الوثائق دي بتشير ان الصين مش عاوزة يبقى موقفها غامض زي ما هو غامض دلوقتي بداية الحرب يعني الغرب مش فهم دور الصين ايه كل انه طالع قصة الصين بتبعت كده غير قصة الصين بتبعت اسلحة صغيرة او مكونات تسليح للروس الصينين بيقولك عاوزين يغيروا بموقف تبع عاوزين ياخدوا موقف تاني اكثر مباشرة ويبعاتوا اسلحة لروسيا عشان كده اول ما التقارير دي وصلت الادارة امريكية الادارة امريكية ابتدت شاركها مع الناتو وعشان كده شفت الموقف الغربي الموحد تجاه الصين وان الناتو وامريكا عاين يحذروا الصين بشكل كبير وكان اكثر التحذيرات دي لما وانج يي اللي هو كبير الدبلوماسيين الصينيين ورئيس مكتب الشؤون الكاريجية في الصين لما راح ميونيخ في ميونيخ هو استقبل ناس كتير قوي وقعب مع ناس كتير قوي بس كان ابرازهم هو وزير كاريجية الامريكي انتوني بلينكين اللي اداده تحذير رسمي او على حسب صحيفة ووت سريت جونل انتوني بلينكين حذر رسميا كبير الدبلوماسيين الصينيين وقال له ما تبعتوش اسلحة لروسيا لو بعتوا اسلحة لروسيا هيبقى في موقف كبير جدا هتنزل عليكوا عقوبات وكان دي كون فده اللي حصل الفترة اللي فاتت وعشان كده انتوني بلينكين طلع بعد الاجتماع ده في محطة سي بي اس يحذر الصين بشكل علني عشان يمارس نوع من انواع الضغوط اللي علنية عليها وخلي بالك الاجتماع على حسب ووت سريت جونل اللي حصل من انتوني بلينكين وكبير دبلوماسي الصين كان اجتماع متوتر للغاية لان كبير دبلوماسي الصين او رئيس مكتب شؤون الكاريجية وان جيي كان شايف قدامه ان امريكا اسقاط تبالون الصين هو مش شايف قدامه التسليح للراحة الروسية خاض في حين انتوني بلينكين بيكلمه في حاجة تاني فالاثنين عادي مش طاقين بعض ويقول لك اجتماع متوتر وفقا لبعض الاشخاص اللي حضروا الاجتماع ده وهي مكتوبة كده بالنص داخل المقالة وفقا لبعض الاشخاص اللي حضروا الاجتماع كان متوتر يعني الاثنين بتنشرين قده وطريقة الكلام مكتش يعني ايه والدي ده بيحذروا تاني بيحذروا وهكذا الصين على الجانب الاؤخر طولة كباشا احنا نجد طوع اسلاحة احنا مش هنبعد اسلاحة ده بالعكس ده احنا رايحين نطرح مبادر السلام والدليل على كده ان طلع وزير خارجية اوكرانيا نفسه على حسب قارتي نيوز وقال ان الصين عرض مبادر السلام هيتم الكشف عنها خلال اسبوع صح بس هو زير الخارجية الاوكرانيا اصلا بيقولك انا ما شفتش المبادر السلام يعني انا كل اللي شفتو ورقة واحدة جايالي ما شفتش اصل المبادرة ايه بس الصينيين ما اطلعوناش على خطة السلام الظاهر كده خطة السلام دي مصممة للروس ما يعني واللي انا فهمت يعني ان الصين حتنقل طلبات روسيا للغرب مش حتنقل طلبات اوكرانيا الروسيا خبك بس حيط ايه الصين حتمس للروس للضغط على الغرب وان روسيا عاوزة كذا 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 وهي اللي حتنقل تتفاوض باسم روسيا انها تاخد ضمانات من الغرب بسببها ضمانات امنية سواء بقى ان هي عاوزة اراضي من اوكرانيا بس كده او كده المبادرة الصينية دي مش حطة في حسابتها طلبات اوكرانيا ايه هم حطين في حسابتهم طلبات روسيا ايه والدليل على كده انا جبت لحضرتك مقالة مبارح بتقولك ان رئيس الصين هيروح يزور روسيا يا في شهر ابريل يا في شهر مايو يعني يا شهر اربعة يا شهر خمسة بقول اغلب ان هو ممكن يكون شهر خمسة لحضور عيد النصر اللي هو تسعة خمسة انا مبارح قلت التاريخ غلط فعلا هو كان تسعة مايو فالاحتمال الاقرب ان رئيس الصين يروح يحضر عيد النصر في روسيا تسعة مايو وهناك ممكن ان هو ياما يطرح مبادرة السلام ياما يعلن الحرب على اوكرانيا او يبعد اسلحة الروسية نشوف ايه اللي هيحصل من زيارة الرئيس الصيني دي اللي الغرب واقف عندها بشكل جيد لحد هنا الكلام ماشي بس حقيقة في تطورات حصلت في الحرب كتير قوي الفترة اللي فاتت دي حضرتك لازم تعرضها وهي ان الجيش الروسي ابتدى يضرب مدينة اسمها ليمان انا بقولك شن هو وصل لليمان الفترق كبير انا بقول حضرتك ابتدى يضرب ويشن هجمات ساروخية على مدينة اسمها ليمان ليمان دي دي مدينة مفترق طورك زي بيقولي يعني دي مدينة قوية جدا الروس كانوا واخدينها طول ما هم كانوا مسيطرين على خاري كيف خاري كيف دي اللي هي المدينة في الشمال والمدينة دي مدينة روجستية جامد جدا والحقيقة انا فاكر بالضبط لما الاوكرانيين استعادوا مدينة ليمان من الروس عاوز اقولك الاعلام الغربي احد يغطي اهمياته بشكل بي جدا وقالك دي مدينة لوجستية واستعادتها من روسيا حتعطي ميزة استراتيجية جامدة جدا للجيش الاوكراني في توزيع الاسلحة بتاعته وان هو ياخد المنطقة دي لقطة لوجستية او محطة لوجستية يعرف يوزع فيها الاسلحة بتاعته يبعتها لبعض المناطق المختلفة فكون ان روسيا بتهجم على مدينة ليمان يعني عاوزاها تانية حاجة لو جيت بص هتلاقي الروس عما هي تقدمه يوميا بس ببطء شديد الاعلام الغربي بيشير ان الروس يتعلموا من اخطاء وان هم مش عاوزين يتقدموا بمنتهى السرعة عشان ما يحصلش عندهم مشاكل لوجستية بيتقدموا ببطء بس بثبات عشان يتلافوا الاخطاء اللوجستية مش نتيجة لشجعة الجيش الاوكراني او نتيجة لقوة الجيش الاوكراني دي سبب في سبب ان اوكرانيا بتدافع بشراسة بس مش هو ده الساب الرئيسي الساب الرئيسي ان الجيش الروسي بيتقدم ببطء شديد عشان يتلافى الاخطاء اللوجستية واللي اصلا برغم البطء الشديد في التقدم خلي بالك ان ما زال عندهم مشاكل لوجستية واللي طلعت من رئيس من الشياد باغنر يافيجني فريغوزين اللي طلع تكلم وصوت وقال لك روسيا بتبعت لنش أسلحة أعلم أن الذخائر موجودة لا يمكنني معالجة هذه المسألة رغم كثرة علاقاتي ومعارفي عندما نصل إلى مسألة التوقيع على مستندات يهز الجميع رأسه ويقول أنت تعلم علاقتكم هناك ليست بالسهلة عليك أن تذهب وتعتذر عندها يحصل مقاتلوك على الذخيرة اليوم يقتل ضعف مقاتلي فاغنر ومقاتلي الوحدات الأخرى لعدم قدرة فاغنر على تغطيتهم وهذا بسبب عدم السماح بتزويدنا بما هو موجود في المستودعات أولئك الذين يعرقلون الانتصار يعملون بشكل مباشر مع العدو والحياء نيويورك تايمز النهاردة هي وقوليتكو الاتنين بيشيروا أن يفاغني برقوزين ابتدى يتهم رئيس الجيش الروسي في أوكرانيا رئيس الجيش الروسي في أوكرانيا اللي هو براسيموب وقال على فكرة الراجل ده بيخنى والراجل ده ما بيبعتلناش دعم هو قال كده واخد بالك دي هو تخطيرة جدا لأن يفاغني برقوزين من 48 ساعة ما كانش بيشير لشخص بعينه المرة دي بيتهم رئيس الجيش الروسي في أوكرانيا أنهو بيخون وقام منزلت صور لقتلة ميليشيات فاغنر في يوم واحد صور دي فيها عدد كبير من القتلة مرميين على الأرض وقال لك دول القتلة اللي وقعوا نتيجة لكيانة بتاعة الكيادة الروسية وخلي بالك هو ما اتهمش وزير الدفاع هو اتهم قائد الجيش الروسي في أوكرانيا فرق كبير جدا هي من بعد استجازة برقوزين حصل كم حاجة أولا حصل ضغط شعب كبير جدا على السوشيال ميديا بيطالبوا الجيش الروسي بإسعاف من الشياءات فاغنر اللي هي أصلا بتحارب باسم روسيا يعني بص احنا نخلص الحرب ونتفعه إنما خلي من الشياءات فاغنر تخلص مهمتها بالسيطرة على بخمط فالسوشيال ميديا الروسية قلبت بشكل كبير وحصل دعم شعبي كبير جدا بالمطالبة لإرسال أسلحة وزخيرة للمشياءات فاغنر ده أول حاجة تاني حاجة الجيش الروسي نفسه طلع بيان وقال لك على فكرة كل الوحدات الروسية اللي طالبة زخيرة حيجيلها في الوقت المحدد وده مش معناه إن احنا بنتخلص من الجيش بتاعنا أو إن احنا مش عاوزين ندعمه لا كل الوحدات حيجيلها الزخيرة بتاعتها في الوقت المناسب فضرد بس ده يوضح لك قد قيم للشياءات فاغنر ورئيس شركة فاغنر دي قوي جدا يا فاغني بروجوزين ده قوي جدا والحقيقة إن الموضوع تطور بشكل بيب جدا والبيان بتاع الجيش الروسي ده طلع بعد خطاب بوتين الشعب مبالح بوتين راح استاد كبير جدا في 200001 وكان بيخطب وبيقول كلام اللي هو ما قالوت في خطابه الأولاني خلي بقى الخطاب ده بعد 24 ساعة بالضبط من خطابه اللي مفروض كان حيعلن فيه الحرب على أوكرانيا وما أعلنهاش مفروض الخطاب ده خطاب شعباوي خطاب شعباوي يعني رجل يتكلم براحته بقى شوية يعني ما يبقاش فيه تقايد عبارات معينة لا لا افتح في الكلام بوتين الخطاب بتاعه برضه ما كانش القوة الجامدة الخطاب بتاعه كان فيه نوع من أنواع التحفظ حبتين وقال على فكرة احنا بنحارب في أوكرانيا للدفاع عن أراضينا التاريخية فده نقطة هامة للغاية بس خلي بقى لك من بعد الخطاب ده بالشيات فاجنر الزهر كده وصل لها دعم لأنه طالع من عدة ساعات بالزبط من ساعتين بالزبط لسه نازل خبر عاجل إن القتال بيستعر من جديد في بخمط وإن تقدم روسي جديد في بخمط وعدد القتل الأوكرانيين كتير ابتدى أكثر من قبل الجيش الأوكرانيا فدول حاجتين مهمين جدا يجب إن حضرتك تعرفهم بشكل كبير قبل التحليل إنه نزل في رويترز رويترز نزلت تحليل النهاردة قوي جدا بتقول لك إيه؟ بتقول لك على فكرة هو إيه اللي فيحصل بعد خطاب بايدن إمبارح اللي طلع قال إحنا هنفضل ندعم أوكرانيا إلى مالاها وإن الدعم الأمريكي لأوكرانيا مش حيوقف صح؟ سيستمر دعمنا لأوكرانيا وسوف يبقى نيتم وحدا ولن نتراجع أوكرانيا ستصمد وستعيش الديمقراطية في رويترز بتقول لك لأ سيك بس من خطابات الرنانة دي ده ممكن يوقف ليه؟ رويترز لسه عاملة استطلاع شعبي في أمريكا هي وشركة اسمها إبتوس إبتوس دي الاستطلاعات الرائية خاص؟ رويترز وإبتوس لقوا إن الدعم الشعبي لأوكرانيا انخفض بدل ما الأمريكان نسبة تأييدهم للحرب كانت 73% في شهر إبريل الماضي خاص؟ وإن هما يدعموا أوكرانيا بالأسلحة والكلام ده كله كانت توصل 73% من الأمريكان لقوا إن النسبة دي انخفضت لنسبة 58% تراجع كبير جداً ليه؟ قال لك والله من ضمن الأسباب هم أجروا استطلاع الرأي ده على 4000 أمريكي قال لك من ضمن الأسباب الحرب طالب جداً مشاكل اتصادية في أمريكا ابتدى الشعب يمل منها نتيجة الحرب دي ابتدى يتم تحميل أوكرانيا جزء من المشاكل الأمريكية فابتدى الشعب الأمريكي يمل ابتدى الشعب الأمريكي مايبقاش مبسوط ومايبقاش حابب إن هو يساعد أوكرانيا زي الأول رويترز بتقولك وين مشكلة؟ يعني عادي الشعب الأمريكي مايبقاش حابب إن هو يدعم أوكرانيا قال لك لا دي مصيبة ليه؟ الشعب الأمريكي ده هيضغط على السياسيين الأمريكان يعني الموضوع كله بيبتدي من الشعب وهيطلع على السياسيين السياسيين دول هما النواب فالنواب اللي هو ابتدوا الجمهوريين حزب الجمهوري يشتغل ويعلن إن هو هيشتغل على إيقاف الدعم الأوكرانيا يبقى له حس رويترز بتقولك بص على الحداشر نائب اللي كانوا أصاغوا ورقة في الكونجرس الأمريكي بيطالبوا فيها بوقف الدعم لأوكرانيا وده أول تحرك في الكونجرس لإيقاف الدعم رويترز بتقولك صحيح إن الورقة دي ما لقتش تأييد في النهاية وإن دول حداشر نائب فقط من 222 نائب مش هاملوا بالكلا بس رويترز بتقولك ده أول تحرك داخل الكونجرس الأمريكي مع الضغط الشعبي على النواب ممكن بقى النواب يرجعوا في كلامهم ويبقى فيه كلام تاني والورقة دي بدل ما بيتم دعمها من 11 نائب فقط يتم دعمها بنسبة أكبر من النواب اللي حيبتدوا ياخدوا موقف من دعم الأمريكي الأوكرانيا لأن خلي بالك حسب برضو رويترز نفسها بتقولك إن الأمريكان أبلغوا الأوكرانيين إن الدعم مش بلا نهاية يعني فيش حاجة من غير نهاية الدعم ده حيوقف يوما ما عاجلا أم آجلا هم تبينها كده بالنص يعني أنا بص أنا مش جايب حاجة من دماجي فالكلام ده بيشير إن فيه ضغوط عن الرئيس الأمريكي تكليه إيه دي مش مفتوحة زي بداية الحرب يعني الراجل ده إيه دي مش فرطة زي بداية الحرب كل شهر يبعت لك 3 مليار و 2 مليار والكلام الفرق ده كل ما بقى لاش نشوفه زي الأول لأ الأرقام بتاعت تقلي وخلي بالك من حتة دي تاني حاجة أخد بالك بقى من النقطة اللي جاية دي نقطة هتعجبك تاني حاجة إن مسألة أوكرانيا دي هتبقى كرة سياسية يعني كرة سياسية يعني مثلا إنت عندك رئيس الأمريكي راح يزور أوكرانيا صح وقعد مع زيلنسكي في نفس الوقت اللي كان فيه حادثة بتاعت كتار أوهايو وما راحش يزاره وأنا جيت قلت لحرارة كلمتين دول بس مبارح حصل موقف جريب دونالد ترامب مبارح راح زار هو مدينة فلسطين دي في ولاية أوهايو وقعد مع الحاكم بتاعها وقعد يقول له إن مشكلة وقعد مع الناس زي محرك هتشوف الفيديو ده بزد فدي كرة سياسية حتبقى حاجة حيتلعب عليها في الفترة القادمة خاصة إن فيه امتخابات في عشرين وعشرين فأنت حتلاقي كل واحد بيلعب بكرة دعم أوكرانيا دونالد ترامب حيسوى ضرورية انهاء الحرب جو بايدل حيسوى ضرورية دعم أوكرانيا وفقا للضغوط الشعبي وشعبي الدعم أوكرانيا في أمريكا هيصبح الملف ده يا إما هو ملف بينجح رئيس أو يفش الرئيس فعشك كده الملف ده ممكن يقع خاصة إن انتخابات هتبقى في عشرين وعشرين سنة جاية أنا بكلمكش على بعديها بسنتين نقول لحضرتك المرشحين ابتدوا يوموا بجولاتهم الانتخابية ديسانتس اللي هو حاكم فلوريدا ابتدى انتقد الدعم لأوكرانيا وانا جبت لحضرتك المقالة بتاعت جريز ديسانتس ده حاكم فلوريدا ده حاكم ولاية ملوش دعوة بالدعم الخارجي ابتدى يتكلم عالدعم الخارجي يا جماعة مينفعش الشيك على بياضة اللي احنا كاتبينه زيلنسكي ده فالأمور دي هتضغط على الرئيس الأمريكي وكل اللي هو قاله في الخطاب بتاعه إن احنا هندعم أوكرانيا لنهاية ده كلام فارغ خاصة إن الحرب راحة للتصعيد وده النقطة الثالثة اللي ممكن تؤدي لإنهاء الدعم الأمريكي الأوكرانيا يعني الحرب دي مش راحة للسلام في النهاية لأ يا باشا حضرتك انت بتتكلم إن انت بتدعم أوكرانيا لإحلال السلام في أوكرانيا صح؟ انت بتدي أستحال أوكرانيا عشان تجبر الروس إن هما يفشلوا فيعودوا يطلدوا صح؟ لأ خلي مالك الخطة دي فشلت انت دلوقتي بتدعم أوكرانيا وكلما بتدعم أوكرانيا الحرب بالطول لأن الروس ما بيتهزموه وبوتين قالك مش هنتهزم وكلما يطول ممكن تلاقي لعبة جداد يخشوا الحرب سي الصين فدي حاجة برضو الأمريكان متخوفين منها الحرب دي كلها بالطول مش راحة للهدف اللي هما عزين دي راحة للهدف تاني خادس الصين ممكن تدخل الحرب مع روسيا أو تدي أسلحة روسيا أو معطيات الحرب دي متكونش على هوى الأمريكان رويترز برضو بتكمل لك الكصة وتقولك على فكرة المشكلة أو العاقق الأساسي إن الرئيس الأمريكي حتى لو فكر إن هو يمارس ضغوط على زيلنسكي لقبول التفاوض مع الروس حيلاقي عقبة كبيرة جدا إعلامية إن حيظهر في موقف ضعيف وإن كل الفلوس اللي أرسلها لأوكرانيا دي راحت في الهوى بدليل إن هو بيجبر رئيس الأوكرانيا على التفاوض معنى كده إن هو محققش أهدفه معنى كده إن حلفاءه نفسهم حيسألوه على الحرب دي وإنت وددت فلوسنا فين وقاعدين ندعم بأوكرانيا وفي الآخر إنت تفرض على الرئيس الأوكرانيا إن هو يتنازل فدي حاجات كلها يجب وضعها في الاعتبار لما الرئيس الأمريكي بيقولك إحنا هندعم أوكرانيا لنهائي نفيش الكلام ده كله أخيراً وليس أخيراً خبر عاوز أنهي بيه إمبارح كانوا بيناقشوا الدفع العشرة من العقوبات على الروسي أنا عاوزك بس تبص مدى الفجر يعني فالحقيقة إن الدفع العشرة من العقوبات دي كان بتشمل إيه كان الكلام كله اقتراح من وزارة الخزانة الأمريكية إن دلوقتي فيه 300 مليار دولار وصول روسية مجمدة فين؟ في مجموعة G7 اللي هي أكبر سبع اقتصادات في العالم اللي هي أمريكا وبريطانيا واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا زائد الاتحاد أوروبي دول فيهم 300 مليار مجمدين وزارة الخزانة بتقولك مصادرهم مصادر الأصول دي اللي هي تابعة للنخبة الأوليجرشية الروسية اللي هم الأغناء روسيا التابعة لبلوك روسية كمان لها أصول داخل أوروبا فضرانها حكتي لو بال300 مليار دول أصول نبيعهم وندي فلوس دي الأوكراني وواشنطن بدورها صاغت لهذه الذكرى تدابير أخرى تستهدف مئتي فرد وكيان روسي وينتظر الإعلان عنها ده طلب وزارة الخزانة لأن الدعم ممكن يل فإحنا هي الأصول اللي عندنا دي نباها وفلوس هنبعتها لأوكرانيا وحتسد حاجة أوكرانيا وزيادة 300 مليار دولار على رقم كبير جدا يقولك اللي حصل مبارح إن الاجتماع انتهى بدون الوصول الاتفاق ليه؟ لأن اللي حصل إن ألمانيا وبلجيكا ومالطا وإيطاليا وفرنسا إعتردوا على اقتراحه ذلك الكزانة الأمريكية لأنه بدون سنة قانوني مع فكرة الدول دي كلها طلعت قالت إيه؟ قالت نمجمدين الأصول بس معنا كده إن احنا نصدرها ونخدها ونباعها وندعم أوكرانيا بدون سنة قانوني إقنعني قانونيا سنعمل كده لأن خلي بالك لو قمت بكده بدون سنة قانوني محدش هيجي يستثمر عندي يعني مين بقى المستثمر اللي هو مش أوروبي مثلا يا سيدي صيني بلاتش روسي صيني يجي يحط فلوسه في أوروبا ده إيه الدول اللي بتاخدوا الأصول تجمدها وبباعها دي؟ مينفعش فالدول دي اعترضت على وزارة الخزانة الأمريكية قلت لهم إدونا سنة قانوني نعرف لهم بكده إحنا معاكم وحنعمل كده بس قانونيا فقعدين يتشاوروا وعاوزين سنة قانوني أو صيغة قانونية يعرفوا ويصدروا بيها الأصول دي ويبعوها فالآخر يا رب كون شرحت لحضراتك الموضع بشكل مبسط ويا رب ننسل مصر رب ننسل العرب تحية مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وصف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين اشتركوا في القناة